موسيقى 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 طبعاً نتحدث عن وجمهور عظيم ليس بس المشاهد سواء في استقبال بعثة النادي الأهل في المطار أو حتى وجودهم قدام المفوندو وهتفهم السوبر أي أهلي لكن أعرى أنه ويمكن ده هتتأكدوا منه جدا يوم الجمعة إنه طابلو مصري أهلاوي اتكتب في شبه الجزيرة ابتدى في قطر في مشاركات الأهلي سواء في بطولة كاس عالم الأندية أو حتى في مطشط السوبر الإفريقي شفناه قريب جدا في الكويت في البطولة العربية للباسكت شفناه في السعودية في بطولة السوبر جلوب في الهانبول وهنشوف إن شاء الله بعد يومين في الإمارات في ملعب هزاع بن زايد اللي هستطاديف مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك واحد قبل ما أتكلم كور مسئولية مسئولية جبيلة جدا بالذات المطشط الديربي مطشط الكلاسيكو المصري اللي بتتلعب في خارج مصر طبعا أنتوا عارفين إنه مطش الأهلي والزمالك ده من زمان جدا من زمان جدا 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 من قبل ما وعيد على كورة وعرفت يعني إيه ديربي أهلي والزمالك وأنا عرف إن البطولة دي أو المواجهة دي حتى لو مش على قطولة أو مش على يعني على سوبر أو غيره محطة أنظار واحد كل وسائل إعلام اتنين جماهير الناديين وهم أكتر بكتير جدا من الشعب المصري يعني في كل دولة عربية في من شعبها الناس بتشجع الأهلي والناس بتشجع الزمال إن كان طبعا أهلوية أكتر من الزمال كواية دي قصة تانية بس يعني في النهاية في أهلوية وفي زمال كواية في شمال أفريقيا في المغرب في تونس في الجزائر في الكويت في السعودية في البحرين في الإمارات في الأردن في عمان في فلسطين وعشقانا في فلسطين يمكن حتى ظهرين وخدوا من وقتهم ومجودهم كل الشكر لهم طبعا وكانوا موجودين في الزمال الفريق عندنا في كل مكان أهلوية وزمال كواية في النهاية من أول ما الستاد يفتح أبواب ويستقبل الجمهور لغاية لما الستاد تخلص البطولة ويتم تسليم الكاس للبطل وتخرج الجماهير كل المشاهد اللي انتوا هتشوفوها على ملعب هزاع بنزايد واللي هتنقلها الكاميرات التليفزيون واللي هتنقلها كاميرات المصورين الصحفيين واللي هتنقلها كاميرات الناس اللي موجود نهاردة عندك خمسة أو عشرين ألف مراسل موجودين جوه الملعب كل واحد من الجمهور ماسك موبايله وبيصور وبياخد لقطات الصورة في النهاية صورة مصرية التابلو ده تابلو مصري أتمنى أن كل واحد يدرك حجم المسئولية في أنه يوصل الصورة ويوصل الانطباع الصحيح عن مصر عن شعب مصر الكريم العظيم الأصيل مسئولية كبيرة جدا 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 نتمنى التابلو ده يخرج بشكل أكثر من رائع اتنين كورا النهاردة طبعا أنا أخدكم لكل التفاصيل حلقة النهاردة بس سوبر ننسى بقى تشامبيونز ليجو ننسى اليوروبا ليك حلقة النهاردة يعني طبعا اللي بيتابعوا السادس عارفين كل يوم أربع حلقة العالمية بس طبعا ما فيش شيء يعلو ولا ييجي في الأهمية قبل مطش السوبر وأنا عارف أنه بما أنه النهاردة أول تمرينا للنادي أول يوم في الإمارات في مدينة العين طبعا الفريق وصل مبارح البعثة وصلت برئاسة طبعا دكتور محمد شوقي لمطار أبو ظبيو منها تحركوا للعين اللي فيه فندق الإقامة وفيه ملعب أيضا التدريب الخاص بالنادي الأهل هنتابع مع حضراتكم ويمكن وانتوا بتشوفهم يعني بتتابع على الشاشة دلوقتي لقطات من تدريب الفريق أو التمرين الأول للفريق الحمد لله كل الأخبار اللي جاء لنا من هناك بتقول أنه الحالة المعنوية أكتر من رائعة نهاردة بيوصل كابتن محمود الخطيب وبيزور وبيحضر التمرينة وبيسلم على اللعيبة اللي موجودة واحد واحد وجود كابتن الخطيب في التوقيت ده في منتغل أهمية الحاجتين واحد أن نحن نطمن على كابتن محمود الخطيب وظهوره في حد ذاته رسالة تطمن كل جماهير النادي الأهلي وكل عشاء بيبو اتنين أنه قبل اللحظات المهمة والحاسمة في أي لقب وفي أي بطولة كابتن محمود الخطيب بيدي دفع معنوية كبيرة جدا 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 لكل اللعيبة فالنهاردة بيتهيأ لي تواجد كابتن محمود الخطيب في الإمارات زيارته طبعا دي لحظة وصوله للملعب المباراة معا طبعا دكتور محمد شوقي رئيس البعثة وعضة مجلس إدارة أستاذ جمال جبر أعتقد كابتن سامير عدلي طبعا هو سلم على طبعا العامري فاروق نائب رئيس وموجود طبعا مع البعثة أستاذ خالد مرتاجي أيضا موجود في الإمارات طبعا مهندس عدلي القيعي كله الحقيقة هناك في حالة من التوحد خلف الفريق والاهتمام بشكل طبعا دكتور أحمد أبو عبلا دكتور عبد المجيد يعني مين تاني معنا في الصورة طبعا المهندسي في الوزيري طبعا رئيس مجلس إدارة شركة استادات فكل الدعم طبعا للفريق وتوجد الكم الكبير ده من الشخصيات والمسؤولين في النادي الأهلي وراء الفريق في الإمارات يدي رسالة مهمة جدا قد إيه ودفعوا عنواء كبيرة جدا للعباء على كل أحوال خليني أقولكم أنه اللي وصلني بشكل مباشر من داخل يعني كواليس المعسكرة أنه في حالة تركيز قصوى حالة استنفار تقدر تقول عليها ورغبة شديدة جدا في تحقيق اللقب والفوز بالبطولة دي على الرغم أنه يمكن زي ما اتكلمت مبارح مع حضراتكم أنه مواجهة الأهلي والزمالك بصرف النظر عن أنها على لقب أو على بطولة ده ملعب العيني اللي الأهلي هيتدرب عليه مش ملعب المباراة أنا هوريكم كمان شوية ملعب المباراة ملعب أكتر من رائع صحيح قدرته على قدرته الاستيعابية مش كبيرة قوي لكن ملعب يعني جنريشن مختلف شوية جنريشن جديد أو جيل جديد من الملعب والاستادات هفرقكم على الملعب الملعب بيستعوب 25 ألف متفرج تعرفين طبعا أن تذكر الماتش نفدت وبالتالي إن شاء الله يبقى فيه والجماهير هتصنع الفارق يعني أن رهاني تصنع الفارق في الكورة يعني قصة المسئولية وصولة مصر دي قصة لكن تصنع الفارق في الكورة دي حاجة تانية ده الملعب اللي هاشهد أحداث مباراة السوبر إن شاء الله إذا هستضيف مباراة السوبر ملعب هزاع بنزايد ملعب أكتر من رائع الحقيقة الإضاءة فيه إضاءة الجيل الخامس ودي الإضاءة اللي أنا أتمنى الحقيقة إن إحنا نشوفها في ملعبنا في مصر بتفرق كتير جدا في كواليتي الصورة بتفرق كتير جدا فيه الإضاءة داخل الملعب بتقلل بشكل كبير جدا الشادوز أو الظل الخاص باللعبين المختلفة شوية عن قصة الأبراج اللي بتبقى متوزعها في الملعب فبالتالي منتظرين كرة حلوة منتظرين مباراة ممتعة منتظرين إنه الصراع يبقى في الملعب قوة ومهارة وإثارة وفنيات تمتع جماهير الكرة العربية كلها وبالمناسبة الحقيقة يعني هو الموضوع في حد ذاته ممكن يبقى تافع شوية لكن المبدأ في ممتعة الخطورة هتسألني إيه التناقض ده يعني إيه علاقة حاجة تفهى بأنها تكون شديدة الخطورة الكلام طبعا على القصة الخاصة بأنه نادي الأهلي وطبعا الناس اللي على السوشال ميديا تابعت الورقة المتفابركة تقدم بطلب الاتحاد الكرة بيطلق فيه إنه الزمالك ميل بيس الزيل الاحتياطي طبعا يعني اللي متابع عارف إنه الموضوع من أوله لآخر وكله فابركة في فابركة وأنا ما كنتش هعلق إطلاقا على الموضوع ده طالما كان الإطار بتاعه هو السوشال ميديا إنه إحنا عارفين النهاردة أن السوشال ميديا أنت مش عارف مين المصدر ومش متأكد من أي حاجة بتجيلك وبالتالي هو أرض خصبة جدا 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 للإشعاعات فما منصدقش ده أرض الناس إلي حد كبير جدا ما بقيتش بتصدق أي حاجة بتتنشر على السوشال ميديا لكن الكارثة كل الكارثة إنه وسائل الإعلام الرسمية الرسمية اللي الناطقة بقى باسم نادي الناطقة باسم قناة رياضية أو قناة إخبارية أو قناة من أي نوع تتناول ده على إنه خبر مؤكد هنا إحنا أمام كارثة من النوع ده وعن رغم أن الموضوع يمكن موضوع لبس هيلبسه الفريج الزمالك والأهلي في المباراة ما يكونش بأهمية كبيرة لكن أوقات كتير جدا ممكن ده يبقى أرض خصبة جدا يعني إشعال فتن فبالتالي وإحنا تعلمنا ده مبدأ من أول مبادئ ظهر السوشال ميديا إنه لا ننقل أخبار عن السوشال ميديا حتى وإن كانت صحيح إلا لما نتأكد من صحة الخبر من الشخص أو المصدر المسؤول فالخبر ده طبعا عالي تماما من الصحة والأهلي أكبر بكتير جدا جدا من أنه يتطرق لحاجة زي كده وما تفرقش معاه مين بيلبس إيه ومين هيعمل إيه تفرق معاه إحنا بنعمل إيه أو إحنا رايحين نعمل إيه في المباراة بكرا إن شاء الله فيه مؤتمر صحفي هحضره مارسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي رجل زاكر الزمالك بشكل كبير جدا وتابع كل المطشاط بتاعته في الفترة الأخيرة اللي لعبها الزمالك في الموسم الجديد يعني وابتدى يحط يعني يحط إيده على نقاط القوة والضعف في فريق الزمالك نقاط القوة عشان يقدر يتعامل معها ويوقفها ونقاط الضعف عشان يقدر يستغلها ويعني يختارقها بشكل من الأشكال ثقاتنا كبيرة جدا جدا في ميستر كولر وإن شاء الله بإذن الله البطولة دي لأنه المكاسب من وراها مش بس سوبر ومش بس رصيد جديد أو زيادة الرصيد الأهلي ملفوز على الغريم التقليدي لكن كمان بعد كده أعتقد هتكون دفع مع نواية كبيرة جدا للجهاز الفني وكمان لميستر كولر ولي اللاعبين نفسه طيب طبعا رسمية اتحاد الكرة أخطر نادي الأهلي ونادي الزمالك بكل ما يتعلق باللايحة بتحكم مباراة السوبر إنه المباراة طبعا لو انتهت بالتعادل في الوقت الأصلي هيتم لعبه وقت إضافي ولو انتهى وقت الإضافي بالتعادل هيتم اللجوء لرقلات الترجيح بكرة كمان في الاجتماع الفني هيتم الاتفاق على كل التفاصيل ببقى فيها على فكرة إزاي اللي هيرتديه كل فريق في ملعب المباراة طقم التحكيم في المباراة دي هيكون طقم تحكيم أجنبي ولو توصلنا لآخر مستجدات فيما يتعلق بأسمائهم على مدار الحلقة النهاردة هنتكلم فيها مع حضراتكم طيب خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مع نجمينا النهاردة ونفرد ورقنا ونتكلم أكتر على شكل المباراة وتوقعات ورؤية كابتن عمر الحديد ضفنا ونجمينا النهاردة فيه السادسة بس بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر دول كتيبة هدفي الأهلي في ماتشات السوبر ولم يبقى منهم سوى حسين الشحات لكن في كل الخطوط لعبة الأهلي يسجل يعني طبعا مهاجمين عندنا مؤمن زكريا جونيور أجيي وليد أزارو تريكا لو هتعتبروا يعني من اللعبة اللي عندهم قدرات هجومية شادي محمد واقل جمعة من الدفاع أحمد حسن معتزئين ونص المرعب فبالتالي يعني وعبد الله الصعيد عشان ما ننسهوش طبعا هو هدف السوبر بالنسبة للأهلي لما كان مع الأهلي طبعا برصيد تلت أهداف واللي هيسجل يوم الجمعة اللي جاية أعتقد يعني أسهمه هتعلى جدا مع الجمهور في ظل طبعا المنافسة الشارسة في المباراة اللي هتصدفها الشقيقة الإمارات بيشرفنا نهاردة في السادسة كابتن عمر الحديد نجمي النادي الأهلي ومنتخب مصر ونجمي عجمان الإماراتي كان ليه تجربة طبعا في الدور الإماراتي خلينا بداية طبعا نرحب به معنا مساء خيري كابتن عمر وأهلا وسهلا أحمد نور الدنيا متفائل مين هتسجل في الأهلي ترون عليه يخطف اللطة ويكون نجمي السباك شادي شادي بص في حاجات كده بتتوسم فيها خير بلمسة بتحرك الراجل قدم أوراق اعتماده للناس كلها كلنا عندنا حتة من جوة بتقول إن الراجل دلعيب كويس وفروب كويس أولا هي يمكن الصعوبة أو مش الصعوبة يعني العلامة اللي استفهم يمكن تبقى مرتبطة شوية بكولر كولر أول سنة قمة وممكن يبقى شوية مش يعني مش 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 متعود أو مش مستوعي بطبيعة لقاءة القمة لأنها أنت عارف أنها دايما مباراة برا يعني كل الحسابات برا الحسابات برا التوقعات فيمكن دي شوية اللي ممكن تبقى علامة استفهم لكن إليتك للأهلي من بداية الموسم وصولا لمواجهة الزمالك في السوبر شايف الأهلي إزاي شايف الفرقة اختلفت إيه عن السنة اللي فاتت مع مستر مرسال كولر هو لك على حاجة ممكن تقول إن اللعيبة إحنا هم عارفين بالموقف والضغوط اللي عليهم قبل مباراة الزمالك حصل إخفاق أو خرجنا برا الخدمة مرتين أو ثلاثة هم كلهم دلوقت الضغوط عليهم هم عايزين يرجعوا يرجعوا إزاي هم اللي في الملعب هم اللي هيقدوا هم اللي هيهدفوا هم اللي هيكسبوا الراجل عنده من الزكاء ما يكفي مش مدي كبر مش مكبر حجم المباراة وفي نفس الوقت هو دارس مفاتح ناد الزمالك وبيشتغل بعقلية رسمية ألعب على نقاط الضعف وابتدي أفسد نقاط القوة هو شغال كويس على ده إحنا مستعجلين هو الراجل حتى في أي مطابل ولكن تقول ليه بتسألوني من الأسبوع قبل ما وصل وابقالي ستة أو سبعة في مصر بتكلموني على ماتش الصبر هو تسعين في المية وصلهم من الكابتن سيد من الكابتن سائيد من كابتن محمود طبعا اللي بنقوله حمد الله على السلامة الزيارة دي ليها طابعة خاص جدا جدا كابتن محمود الخطير طابع خاص جدا للعيبة على الأقل بنسبة تسعين في المية العمل النفسي العمل النفسي ألدنا عايز أتكلم معك في العمل النفسي يعني أنا عارف وبسمع من كل نجوم النادي الأهلي اللي بيلعبه دلوقتي أو حتى اللي كانوا بيلعبوا قبل كده إنه الأهلي طول عمره بيلعب على الفوز بصرف النظر عن اسم المنافس وبصرف النظر على البطولة وبصرف النظر إذا كان مطش ده على لقب ولا لأ بس هل مطش الزمالك تحديداً محتاج إنه اللعيبة يبقى عندها حد يشحم بطارياتها حد يديها الدوافع يعني بتهالي إنه اللعيبة بتبقى مستنية في السيزن كذا مطش كده من ضمنهم مطش الزمالك تمام كل أحداك بتقوله أقصر من مليون في المئة سليم بس في حتة معينة روح النادي الأهلي الفترة اللي فاتت مكتش موجودة تدى الراجل يبسها تاني تظهر تاني تبقى موجودة في اللعيبة اللعب الجماعي المعدل اللي يقرب لنادي الأهلي بقى واضح بقى فيه ناس بتشيل ناس في ناس دورها يعني أنا هنقول مثلا من مكاسب النادي الأهلي اللي واضحة للناس ونقلتها مع حضرتك متولي هفضل أقولها مليون مر مكاسب سوارش وجود متولي مع النادي الأهلي شوف سوارش لعب محمود كتير محمود من أحسن لعبة في مصبع اللي هو أحسن لعبة في مصب يحضر من تحت والنادي الأهلي ما تعودناش إن الطويل ده ده سمة لعب النادي الأهلي ناس كتير كم تقولك بعد ما بادر يبانون مشي الأهلي محتاج لأ لا 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 قلت لحضرتك لأ مع حضرتك قلت لك لأ كميته لقيت على العب منع الربط ما بينه عب منعي مش شناوي التلاتة بقوا ما بيستنوش عن بعض حتة التحضير من تحت ما بقاش فيها أقلق واحد بيأخذ جنب والتاني بيأخذ جنب واحد بيميل علام شايف إنه مرتبط بشكل كبير بطريقة لعب كولر ولا مرتبط أكتر بإيجادة فكرة أن الأهلي مستقبلش ولا هدف الأربع متشاط اللعبهم لغاية دلوقتي ولا فكرة الإنسجام والتناغم اللي حصل بسرعة جداً بين السلاسي دول شناوي ومتولي وعبد المنعم نقول كل دول مدينة اللي احنا بديتكلم في دلوقتي اللي هو الربط ما بين عبد المنعم ومتولي رغم أنه ملعبش مع بعض كتير أكتر واحد ربط معهم هو ياسر ابراهيم وكان في الأواخر رامي أواخر الدوري بأيام سوارش كان رامي لا احنا في الوقت دوت بنقول إيه؟ الطمأنينة بيجيلي بدأ لما حمدي فاتح بيجي ياخد من عندي تحت يوفر علي أن ياخد من قدام فبيقلل الضغط علي كزميل ويقلل الضغط علي أنه ياخد من حتة إيجابية في نص ملعبي يبقى دي بتوفر كتير بالسولية وحمدي المدافع اللي بيجيد التحضير ما بتقلقش أكرم إن أنا عندي إيجادة للتنين إن أنا بلعب الطويل بلعب الطويل على الأجناب الشغل الكتري أنت ليه خاصيت متولي يعني أنا بحب متولي جدا ومقتنع جدا حتى قلت برضو في نهاية الموسم اللي فات إنه من المكاسب اللي بعتبره صفقة جديدة الموسم ده طبعا متولي لكن حتى عبد المنعم كان بيعرف يعمل ده بيعرف يعمل ده بس أنت كنت بتعمل حاجتين واحد بيجيد التحضير من تحت واحد شغلته المنبس أيمن شغلته المنبس ياسر شغلته المنبس رامي في الأواخر ابتدى يعمل الشغل بتاعهم إزا يحضر واشتغل إحنا ما كنا بلموجودين بنلعب مان الشغل ده شغلة بودها بشغل كامونة شغل جمال السيد كل واحد يوم شغله يشتغلوا على أكمل وجه فأنت بما يبقى عندك اتنين بيحضروا بيسهلوا المأمورية على نص الملعب إنه ياخد من قدام زي السلية وزي حمد فتحي بتقلل إنه هو يشتغل كتير يشتغل من النص الهجومي ما يجيش من النص الدفاع عشان يبتدي يزيد للنص الهجومي هذه حاجة الأطراف مبقاش فيها مشكلة أي حاجة فيها سرعات بسم الله ومشاء الله قوة الله بالله عبد المنعم عنده دي كويس قوي ومحمود بقى كويس قوي إيجادة ألعاب الهواء التحضير التحضير من تحت التغطيات العكسية اللي بتتاخد من ظهر أقرم ومن ظهر علي معلول كل ده موجود فأنت بتدي إريحية للنصر في نص الملعب تشتغل عشان توفر للشق الهجومي من التلت ده أولا من نادي الأيه بيبدأ على الشغل على ورق أو على المحاضرة بطول أربعة اتنين تلاتة واحد الشكل العام لا هما اتنين واحد تلاتة تلاتة واحد هتقارن لي يا كابتن عمري كده بين الفرقتين يعني ناخد خط 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 دفاع نادي الأهلي في مواجهة طبعا قبل ما تكلم على تاكتك وطريقة لعب وكل واحد هيوقف ازاي مصادر الخطورة في الفرقة التانية واستغل الصغرات اللي موجودة فيه لكن نقرن الخطوط ببعضها لأول عشان نشوف مين أتقل في الملعب هنقول مثلا لو الأربعة اللي ورى في النادي الأهلي أكرم ومتولي وعب منعم ومعلول وهنقول في الزمالك عمر جابر وفتوح ومحمد عبدالغني وحسام عبد المجيد مظبوط؟ تمام ده لو ملعبش في النادي الأهلي بس خلينا نحط تسعين في المهل عب 3 لو حطت حمد المسلسي كويس قوي أنا وأنا بشغل بشتغل الحتة بتاعت الزيادة ونبض طريقة النادي الأهلي والزيادات اللي أنا عمل منها الكروسات العرضية اللي ملهاش أي محاولات للإفساد يبع لي معلولة القوة والالتحام وعدم الخوف ومهما كان الاسم اللي قدامي مين أكرم توفيق التحضير بيوفر كتير قلته ما قوله تاني متولي وعب منها هنروح للجهة التانية لا قبل ما نروح للجهة التانية هنروح لفاصل ونرجع بقى نتكلم على الثلاث خطوط وراء وبعد بس نروح لفاصل سريع كابتان عمرو نرجع تاني تاريخ يعني كبير كبير جدا افتكرنا لحظات فرحة أو سعادة ولحظات تاتويج من 15 بطولة الأهلي صاحب الرقم أو 15 مشاركة الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب كاس سوبر 11 مرهب منهم خمسة على حساب نادي الزمالك المنافسة التقريدي مرة تانية برحب بكابتان عمرو الحديدي ضيفنا ونجمينا النهاردة السادسة شفت التاريخ إزاي يا كابتان عمرو نحن نسترجع إن شاء الله نزود وحظات كمان بعد يومين إن شاء الله ونفرق إن شاء الله بإذن الله نكمل كلامنا كنت بتعمل مقارنة سريعة بين خط الدفاع في الفرقتين وكلمت على خطة فعال نادي الأهلي تكلمنا أكثر على خطة فعال نادي الزمالك والشكل المسر فريرة ممكن يكون بيفكر فيه في مباراة السوبر في حاجة من الاتنين هيشتغل ثلاثة المسلوسي وعب مجيد وعب غني هيشتغل باثنين ويحط محمد عبغاني في نص الملعب عشان يدي حمد المسلوسي ويدي العمر جابر ويدي الفتوح ويبقى قدامه محمد عبغاني على السن هو يشيل الضغط اللي بيجي من نص الملعب بس تسعين في المئة وهي العب تلاتة هيبقى عبغاني وعب مجيد والمسلوسي ويحط طرفين عمر جابر وفتوح مليون في المئة روقة وزجري الوردي ويحط إمامه زيزو ويحدف لك سيف الجزيري عشان يبقى محطة للاتنين دول هاجل طريقة اللعبة وتفكير الفرقتين بس خلي اسألك على الغيابات غياب الوينش مؤثر أكتر ولا غياب ديانج مؤثر أكتر؟ مقدرش أقلل من قيمة عمر السلية عشان عمر هو لغز يقدر يحللي حاجات كتير قوي تزديدات تمركز نصف الملعب إمكانياته لا هو مش تقليل أنا أتكلم عن ورد جدًا لغز يمحتاجه أوراق عندك ما تحسسكش بغياب الورق اللي أنت خلاص أنا مش حاس اللي قاله ديانج مجرد أن عمر يبقى موجود مش أحس بديه طبعا مؤثر أكتر في زمان مؤثر لراحة نصف الملعب مؤثر لراحة عواد مؤثر لراحة العقل والفكر اللي بدور للجهاز الفني عكس الصحيح كولر ما عندوش مشكلة في الثلاثة إحنا كنا مع مسلمين يلاقي ثلاثة يلعبوا دلوقتي نتلعي باثنين وبتراح واحد وبالتبادل مع بعض يحصل تبادل مع بعض حمدي موجود يبقى ديانج معاه لو ديانج مش موجود يبقى السلالة لو السلالة موجود هو وحمدي يبقى ديانج مش موجود سيان انت عايز اتنين من ثلاثة فيهم واحد بعيد عشان حصل إصابة مش إصابة كاملة ممكن يلعب بس هو مريحه عشان فيه مهام تانية بعد المباراة دي مش هبص على خطوة بإذن الله أحسن فيها بطولة وافقده فترة طويلة بعد كده يعني حتى كان معدل الجاري لالو ديانج في ماتشو الإسماعيلي كلنا كنا منبهرين بيه يعني كان بيقوم بكذا دور الدور الدفاع والدور للهجوم وزي ينتقل من الدفاع للهجوم وزي يدافع ويأمن كان بيدي إريحة أن حمدي هو اللي يزيد احنا شايفين دلوقتي الراجل اكتشف حمدي فتح في حتة الزيادة بس هنرجع تاني الأصل الموضوع اللي من عنده الهجمة هو اللي يشتغل لو من عنده حمدي فتح هو اللي يشتغل لو من عنده السلالة السلالة يشتغل بس ستملي هتلاقي حمدي اللي بيربط مع عبدالغني مع عبدالمنعم ومتولي مين في الاتنين فريرا وكولر أو كولر فريرا عمل حساب التاني أكتر خايف بالتاني أكتر قبل المطش ده وهيبني خطته على الإحساس ده أو على الرؤية ده مش عارف فريرا كويس فريرا خايف من عيار الناد الأهلي من لعبة الناد الأهلي من شراسة الناد الأهلي دي مهمة قوي شراسة ومفلات هجومي حاجات كتير قوي هتبقى موجودة للناد الأهلي هو حساسها عشان كان تواجد كذا مرة ضد الناد الأهلي أما كولر أنا عايز أحسم الموقف وأكون موجودة أنا بقى في الصورة أنا البوست ده يخصني أنا أنا بقدم أوراية اعتمادية قدمته الشكل العامل اللي نادل هي في العب بيه خد استحسان الناس أسلوبي وشخصيتي في ملعب موجودة فاضل بقى الترجمة في حتة بتوصلك في حتة تانية خالص نتيجة بتحطك في حتة تانية خالص أهلي والزمالك في حتة تانية خالص ماتش الجمعة ده في أوجه تشابه بين ماتشات سابقة لقاءات قمة سابقة يعني 2015 الأهلي خسر دوري وكس ولعب بعدها الزمالك في السوبر كسب السوبر على حساب الزمالك وكمل بعدها واخد الدوري والكسب من بعد اللقب السوبر ده ناطش القضية ممكن نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا طبعا النجمة تسعى لحقق النادي الأهلي ضرب القضية ممكن أحمد ناجدي أفشا كان برضو يوم جمعة وشهد غياب الاثنين الوينش أعتقد كان بسبب كورونا في التوئيد الوينش وديانج برضو كانوا غايبين عن اللقاء ده والأهلي برضو قدر يحسم اللقاء لصالح احنا مش هنقول بنتفاقل ونتشاقن في ده لعبة النادي الأهلي بالتركيز اللي هما فيه وعدم ظهور على الميديا ولا القنوات المرئية أو المسموعة هما مركزين كويس الراجل قافل على ناسه وشغال بأسلوب كويس وجود الكابتن محمود والعامل النفسي اللي هيبقى في حتة تانية خالص يخلي اللعيب في حتة تانية أنا بوصل لك نبض جماهير النادي الأهلي في الكابتن محمود يا جماعة ماتش زي اي ماتش ابدأوا زي ما انتم اشتغلتوا بدأتوا من الأول بأفريقيا مش العكس ما بدأتوش بالدوري وبعد كده أفريقيا لا بدأتوا بأفريقيا وبعدين ماتشين في الدوري حققتوا تارجت انك ما بتفقدش اي بنت في الفترة دي التلات ماتشات الاربع ماتشات خدت منهم اللي انت عايزوا فوصلت لنفسك انك لا بديل عن الفوز ما بتفكرش بس في نفس الوقت بشتغل مع نفسي او بشتغل على نفسي ان انا معي بنت وما بفقدوش انا بشتغل ان انا هكسب او بشتغل ان انا عندي دافع المكسب دافع التتويج بس في نفس الوقت عندي بنت ما بخسروش عشان لو دخلت في حتة ان دخل فيها جون بفكر في التعادل والمكسب بتصعبها علي بس انا لو جبت جون انا فتحت مفاتيح كتير قوي في مرات الزمالك ان هيلاعيبني جيم مفتوح فهتسهل لي حاجات كتير قوي ان انا اقدر اختارك عندي حل واثنين وثلاثة موجودة في الملعب يقدر يحلوا المباراة بهدف واثنين وثلاثة فريرا يا هراهن على ايه في المطش ده يعني فيه كتير من المحللين والخبرة يعني بيشوفوا فريرا مدرب بروفيسير بيقولوا عليه بروفيسير يعني وفيه ناس تانية بيقولك لا انا شايف انه جماعيا جي اتيم الزمالك من غير ثلاث او اربع عناصر يعني بالاسماء كده ممكن اقولهم لك عواد فتوح امام زيزو لا مفيش فرقة ممكن تقلق منها او مفيش فرقة ممكن يعني تخاف منها من مواجهتها جماعيا الفريق مش ورغم انه عمل السنة دي صفقات كتيرة جدا لكن في كل المطشات اللي ظهر فيها عانى عانى دفاعيا عانى قدام سموحة عانى قدام سيروميكا وكان ممكن جدا النتائج تبقى مش في صالح متفق مع ايه وجهة نظر فيهم او اني الاقرب بالنسبة لكابتن عامل حديدي هقول لي حضرتك ممكن تقول ان المواقف او الاستغلال الفرص هيقيت له المكسب بالاسلوب اللي حضرتك بشرحه عزيزو امام ايه برضو مش هقدر اقول ان الوينش ستين في المية والوينش طبعا قبل غياب ستين في المية في حتة الطمقنينة لعواد والنص الملعب والجهاز الفني الوينش بيشله عواد ممكن ابقى كويس قوي لو اللي قدامي مريحني وممكن ابقى فقد التركيز عشان قلقت من اللي قدامي في كذا حاجة اللي بيقولك اول عشر دقيق احنا بنجي الصناب ده مش مش لسه فرقة صغير كل واحد فيهم عارف هيشتغل ازاي هيشتغل تحت الكرة هيشتغل بقوة هجومية عارف ان يزيزو بيشتغل وهو بيستلم تحت ضغطه بيشتغل وهو بيستلم بالحركة طيب امام انت كابتن شو بير اللي كان بيلعب ماتشو السوبر معاك انت كان في ظهرك بيبقى فيه اكيد طبعا فكرة تفاهم يعني دايما معروف انه قلبية الدفاع وافترض يبقى فيه تفاهم لغة العيون ولما حد يتحرك او حد يبقى ماسك مان او حد بتتحرك وانتوا فاهمين بعض لكن القصة كمان مع حرس المرمى بتبقى ازاي لانه خد بالك انت عندك خمس لعيبة يعني ميستر كولر لما جيه عمل تغيير تغييرات كده ومش تغييرات بس يعني اصلا قد شكل الفرقة تغير لانه فيه خمس لعيبة تقريبا بيشاركوا بشكل اساسي ما كانوش بيلعبوا مع بعض من الموسم اللي فات بيبتدوا موسم ده مع بعض جنب بعض عبد المنعم متولي اكرم توفيق برونو سافيو شادي حسين كل دول اوراق طاهر 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 لا بس طهر يعني سال فتح دهات قبل الاصابة لا بس مش بالتقديم اوراق الاعتماد اللي احنا شفناها القوة والالتحام والزيادات وبيعمل الشق الهدومي كويس اوي بيعمل الشق الدفاع كويس اوي اوي فدي حاجات احنا يعني كل واحد فيهم عايز يظهر ويجيه حنرسم الجباهات لكن اقصد اقول انه العيبة دي تلعب جنب بعض الاول مرة هل ممكن خصوصا في ناحية الدفاعية هل ده ممكن يأثر على فكرة الانسجام فكرة التناغم خصوصا انه دي قت المباراة الاهلي بلعبها في بداية الموسم يعني مع كامل الاحترام تحدي المنستيري فريق قوي وفريق محترم مواصف الدوري التونسي لكن لا المباراة فيها من الحساسية ولا تحدي المنستيري من المستوى الفني اللي خليك تقلق منه برا او جوه نفس الحكاية في الدوري اسماعيل اصوان برضو مش المواجهات اللي يعني احنا خلاص ما بقناش بنخاف منها او بنشيلها منها قوي لكن معطل الزمال القصة غير ما اقول لك الحاجة لازم نتفق ان بيبقى فيه اعداد من خط الظهر مع الشناوي بالكلام الربط خلاص التمرين اللعب لو اسبوع واحد بنتمرم مع بعض النهاردة الشناوي المفروض بيكلم مثلا اكرم على زيزو بيكلم متولي على سيفي جزيري بيكلم عبد المنع هل ده يعني اه طبعا مجرد ان مثلا احنا كنا موجودين كابتن شبير بيقول لنا جماعة اما اطلع واتكلم يبقى حد تحتية بيقمن شبكتي وكلام من ده بنتفق انا مثلا كابتن علعب صادق وكابتن يوسف او انا ومشير مشير هنلعب مانتو مان من نجعب حد في اي ملعب لو اطلع برا هنطلع وراه مان بنريح نفسنا ان كنت لو سلمت بالحركة وهو كان اسرع او اقوى هيدخلك في داوشة مانتو مان من رايح نفسنا بتوصل الكرة في الوقت دوت للعقل المفكر اللي برو يشتغل بهدوء واصل له خلصانة اما تتكلم مع متولي هيبقى جابهات هتلاقي متولي بيتكلم متولي واكرم مثلا من ناحية اليمين متولي واكرم وحمدي هتلاقي من ناحية الشمال هتلاقي عبد المنعم وعلي والسلية في ربط وهتلاقي اكرم بيشتغل مع طاهر هتلاقي مثلا برونوسافيا او عبادر انت مقتلعه بجابهة اكرم وطاهر دي اه طبعا خلاص يعني بشوف جابهة الزمالك الشمال اللي فيها فتوح وزيزو هي يعني الجابهة الاقوى او الجابهة دي لو وقفت نص او تلت اربع قوة الزمالك قولك لحضرتك مسته احمد كلمة مهمة اوي اكرم ما بيحسبهاش ما بيحسبش انا بلعب على ميد ايا كان الاسم انا في دماغي حاجة واحدة المان والانقضاد وازاي بقى عندي ثبات في الملعب ما بيخرجش برا العصبية مركز كويس اوي طاهر بيعمل الحتة اللي من نص الملعب يعني بيقسمه ملعب نصية الجزء بتاع اكرم من الدفاع لغاية نص الملعب وطاهر بيشتغل من نص الملعب لغاية الحتة الهجومية في ظهر فتوح اجزاء عالي بيشتغل مع عبدالقادر قولت الحضرتك يمكن في الفصل فيه كيميا بقى لقيت لمدة ربع ساعة من برونوسافيو وعبدالقادر جابت العامر المقتنع انه انه جابها الشمال في الاهلي في المطش ده يبقى معلول وقدامه برونوسافيو يعني انت شايف انه الرجل هي ممكن هو مقتنع قوي به في نص الملعب انا معاك على فكرة فكرة انه سافيو يبقى جناح يعني ترفم الاطراف مبارح كان معنا رئيس نادي بوليفار كان في انترفيو معنا في السادسة وكنت بسأل وبالصدفة يعني كنت بكلم على ده انه نفسي اشوف سافيو ميسر كولر يراهن عليه في حتة الجناح لانه مركزه الاساسي ارد عليك وهذا مركزه اه فسألته على حتة دي قلت له يعني كان بيبقى فين في الملعب خطير مؤثر حتى لما جنا نذكر ارقامه اول ما الاهلي بدأ يفكر في التعاقد معه كل الاهداف اللي عملها كاسستات او سجلها مش جناح شمال او جناح يميل اولا هو في حتة المروغة شاطر في السرعات هايل في حتة الرابط والخروج مع علم علول الرابط ما بينهم بعض شغال بيلعب مع افشو بيشتغل مع هادي او مع شادي او مع شريف بيشتغلوا مع بعض الحاجات تحت الوان تو تيك اوفر والحاجات دي كويسة قوي حتى الوفر لاب والحاجات اشتغلها مع علي احنا تمالي بنقول لا ايه علي معلول كميته لايقة مع عبدالقادر هو ظهر اما العيبه في الحتة دي يمكن اول مرة مستر كولر يشتغل ان سابه يلعب جناح شمال تمالي بينزله رقم عشرة المرة دي جيبه ناحية الشمال اللي هو رقم حد واشر اللي متطرف فيه حتة معينة كده بصوا زحمد انا عندي مقتنع بشيء واحد بس ان الماشتات اللي زي دي بتخلص بعزمة العيبة ايا كان المدير الفني مين لو معي احسن مدارف في العالم اللعيبة دي هي اللي بيدي تعمل كل حاجة روح الفرنة الحمرة من اول دقيقة ما تديش مساحة الموضوع خلص ضغط وخدت المبادرة الموضوع خلص ضغط وعندك يعني عزيمة وقوة ان انا العب بتركيز ان انا مفقدش تركيزي لو واحد في المية ان خط الظهر الحتة اللي فيها ريسك لا نص ملعب الالتزام اوكي الكورة السابتة استغلها ان شاء الله تبقى كورنر ربع كورنر استغلها كل الكلام ده بيعلي المطشات دي بتاعت التفاصيل يعني وبعدين الحساب فيها بيبقى اصعب من اي مطش تاني تحب تروح الامارات نتطمن على الفرق اهناك ما انا كنت هناك بس اروح تاني هنروح لفاصل هنرجع لزماننا فاروق صلاح جاهز معنا يقول لنا اخبار البعثة ايه واخبار تمرينة الاهلي النهاردة ايه وكل التفاصيل وكل الكواليس هتكون معنا في سادسة ومع نجمينا طبعا كابتر عمر الحديدي بس بعد الفاصل طيب ايه رأيكم قبل ما نكمل كلامنا كنت يسا عايز اتكلم مع كابتنا عمر على الطريقة والتشكيل الامثل وفي حاجات كده مرتبطة بفكرة سنقول قمة تراهن عليهم اسماء كتير جدا بتشارك في القمة الاول مرة ولا المباراة او النوع ده من المواجهات وخصوناها على رقب وبطولة تحتاج اللعيبة اللي عندها خبرة مواجهة لقاءات القمة خلينا نروح لزمننا فاروق صلاح من الامارات يدينا تفاصيل عن اخبار وعن كواليس وعن تمرينة الاهلي الاولى النهاردة في ملعب العين التمرينة الاولى والتمرينة قبل الاخير قبل مواجهة الزمالك ان شاء الله في يعني خلال 48 ساعة في القاءة السوبر فاروق حمد الله على سلامتك وحمد الله على سلامة البعثة تطمننا كده على الاخبار عندك وتدينا وتنقل جماهير ومشاهدي السادسة فكرة عن تفاصيل اليوم النهاردة اليوم الأول للنادي الأهلي في السعادات ولمواجهة السوبر إن شاء الله طبعا في البداية كل التحية للزميل العزيز أحمد سمير وكل التحية طبعا لكابتن من كابتن للنادي الأهلي الكابتن عمر الحديدي طبعا لكابتن عمر واحد من اللعبين اللي خض هذه المباراة وبيعرف قيمة هذه المباراة بالنسبة لللاعبين بالنسبة للجاز الفني بالنسبة للجمهور خاصة زمان تقولت زميلي أحمد أن في بعض اللعبين بتظهر أولى قمة إن شاء الله نتمنى أنها تكمل بالخير إن شاء الله ويتوج إن شاء الله ويعود إن شاء الله إلى القاهرة محاملا الكأس السوبر رقم 12 في تاريخ النادي الأهلي يعني يعرف أن النهاردة يمكن التمرينة خلصت من شوية تطمن على اليوم الأول في الاستعدادات كلمنا على الحالة المعنوية الكواليس الخاصة كمان بالرحلة إيه اللي بيدور بين اللعيبة يعني كل التفاصيل الخاصة بأول يوم يا فاروق طبعا زميلي أحمد بالأمس كان وصول النادي الأهلي إلى مطار أبو ظابي طبعا كان في استقبال فريق النادي الأهلي الكابتن ساد عبد الحفيز والكابتن سامير عدلي اللي أمه بدهور أكثر من رأى وكان حضورهم قبل البيعسة 24 ساعة لتيسير وتسهيل كافة الأمور وأيضا أستاذ أنوه الإناوي قنص للصفارة المصرية الموجود هنا وهنا في الإمارات تم الانتقال طبعا من أبو ظابي للعين في مسافة استغرقت ساعة ونصف سريعا تم تسكين اللعبين في الغرف طبعا ابتدينا اليوم النهاردة طبعا والدور الكبير طبعا ليه الدكتور محمد شاوي رئيس باثة فريق النادي الأهلي معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي لسوطاري أنديل جميع أفراد المجلس إدارة النادي الأهلي اللي بيسندوا وبيؤذروا لعب النادي الأهلي ابتدى اليوم من نهاردة زميل أحمد في تمام الساعة 11 صباحا وكان بوجبة الإفطار ثم وجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثانية ظهرم المحاضرة الفنية المستر مارسل كولر كانت مع اللعبين في تمام الساعة الخامسة استغرقت نصف ساعة طبعا بيتكلم على آخر الأمور يعني بعض الأمور الفنية اللي بيطالب بها اللعبين طبعا هو كانت تفرج على آخر مباريات لنادي الزمالك وتفرج على آخر مباراتين جمعه ما بين الأهلي والزمالك كان محضر لمستر مارسل كولر مبارات الزمالك في البطولة الأفريقية سواء في الدور التمهيدي أو دور الـ 32 وأيضا لقائين الدوري أمام سموحة وأمام سيراميكا إلى جانب أن مستر مارسل كولر تفرج على آخر مواجهات جمعه ما بين النادي الآلي ونادي الزمالك أيضا من النقاط للمستر مارسل كولر أنه شاف تاريخ النادي الآلي في بطولة السوبر وأن النادي الآلي فقد ثلاث بطولات برقلات الترجيح سواء أمام الزمالك مرتين أو الطلاق على الجيش ودي من النقاط المهمة اللي اشتغل عليها النهاردة في التدريب طبعا بعد المحاضرة كانت توجهة لملعب نادي العين أو ملعب خليفة بن زايد اللي استضاف تدريبات النادي الأهلي النهاردة التدريب الأول في الإمارات طبعا أمور كتير جدا مستر مارسل كولر بيشتغل فيها مع اللعبين التحضير النفسي وزميل أحمد طبعا اتكلمت على الدوافع والحلقة المعنوية يعني كابتن عمرو طبعا أكيد هتتفق في هذا الأمر أنه تبقى من المباراة السهلة جدا للمدير الفني في خلق الدوافع للعبين يعني خليني كمان فاروق بمناسبة الكلام خليني أعف مع لحظة وصول كابتن الخطيب كان منتظر أو متوقع وأنتم موجودين في المالعة عارفين أنه كابتن الخطيب هيجي أحضر التمرين أو تأثير ده على الموجودين سواء جهاز فني أو لعبين يعني خليني أقولك يعني أمر غير متوقع هو الكابتن الخطيب طبعا كان موجود لزيارة الأفراد العائلة وأحفاده هنا في الإمارات وكان حريص أنه يكون موجود في ملعب التدريب علشان يرفع مروح المعنوية اللاعبين ويوصل رسالة مهمة جدا للعبين صفح اللاعبين والجهاز الفني وقف يعني في جلسة كده سريعة مع مستر مارسل كولر كابتن ساد عبد الحفيز تطمن على كافة الأمور ويشاف كل الأمور واحتاجات البعثة إن شاء الله تكل الأمور بالخير يا رب طبعا الكابتن الخطيبة هتوجه إلى فرنسا إن شاء الله لاستكمال الفحوصات الطبية والبرنامج اللي طب الموضوع للكابتن محمود الخطيب اللي نتمنى له الامتسال للشفاء إن شاء الله والعودة سريعا إلى القاهرة طبعا الجانب اللي بيشتغل علىها مستر مارسل كولر والدوافع النفسية زي ما قلنا وخل الدوافع للعبين كتير جدا من اللعبين عارف هزيل المباراة وخاض هزيل المباراة وعارف قيمة عزيل المباراة بالنسبة للعبين نفسهم عند الجمهور وبالنسبة الجمهور للنادي الآلي العابة النادي الآلي زميل أحمد متلهفة ومتشوقة لإسعاد جماهير النادي الآلي ورسم البسمة على جماهير النادي الآلي عايزين زي ما تقول مباراة ببطولة خاصة لما بيكون أمام خصم زي نادي الزمالك خلينا نأكد برضو على صعوبة المباراة وإنها مواجهة صعبة جدا ولكن دايما بيبقى رهنة على شخصية لعبة النادي الآلي اللي هتكوني إن شاء الله حاضرة في أرض هزيل المباراة طيب فاروق خلينا بس أعرف منك بكرة مفترض في الاجتماع الفني الخاص بالمباراة وبكرة تمرينة الأهلي مفترض هتبقى على ملعب هزاعة بنزايد برضو يعني مفترض أنه فريق بقليه تمرينة أخيرة على ملعب المباراة قبل طبعا يوم الجمعة يعني خلينا أقولك زميل أحمد غدا بمشيئة الله يكون في تمام الساعة 11 صباحا الاجتماع الفني الخاص بكل الفريقين طبعا بيتم فيه الترتيب لكافة الأمور التنظيمية ومعاد وصول الفريقين إلى أرض الملعب وأيضا تحديد الزي اللي هيرتديه كل فريق ثم هيكون في تمام الساعة الثانية والنصف المؤتمر الصحفي له كل الجهازين الفنيين سواء مرسل كولر المدير الفني للنادي الآلي وفريرا المدير الفني لنادي الزمالك طبعا هيكون تدريب للنادي الآلي على ملعب هزاع بن زايد وخلينا أقولك أن الزمالك هيؤدي تدريبه الأول على ملعب هزاع بن زايد هيكون في تمام الساعة السادسة والنصف بينما تدريب للنادي الآلي هيكون في تمام الساعة الثامنة على ملعب هزاع بن زايد ويبقى التدريب الرئيسي والأخير للنادي الآلي وإن شاء الله زميل أحمد يكلل اليوم بالخير إن شاء الله على ملعب هزاع بن زايد ملعب الخير بإذن الله للنادي الهدي إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا زماننا العزيز فاروق صلاح من داخل مقر إقامة بعثة النادي الأهلي في الإمارات كل التوفيين إن شاء الله بإذن الله ونتابع معاك ولحظة بلحظة نرجع للطريقة والتشكيل طريقة الأقرب أريد أن أقول لحضرك حاجة معاوي بالتعابيرات التي تعتكبت محمود ربنا يشفيه وعفية رب خد بالك وهو بيسلم على عب منعم بيسأل على الكادن نحن نرى لغة الشفاية يعني اللي هو فيه وتعبه وكان مع كرة اليد والصفر والعلاج وبيفكر في الكادمة اللي جات لمحمد عبد المنعم اللي سببت له القلم الشديد في ملخين أنا روحت الحاجة ثانية بصراحة أول ما كرة الكاميرا كادر نزل كده ورحم الحاجة ثانية كان نفسي ياخد كرة متعة حالتا بدرش أبدا أنسأ هو طول عمره أنا حبيت الكور يعني السبب الرئيسي من اللي حبيبني في الكرة كابتل محمود خطيب مبادرش أنسأ أبدا أستاذ أحمد خطيب في الملعب نحن في تمرينة من التمرنات كنا موجودين وهو دخل فنبدأ التمرين فأحد المتفرجين الله أرحمها الحاجة دولة رامت له برطوانا فنحن وقفين كابتل خيد على صدره نطط على فخاده التمرين نبوزت هنعمل إيه؟ هنبدأ إيه؟ يعني ربنا يديله الصحة وتنتقل عمر بس حتى رغم تخذوه في السن أنا مستنى يسوف هيعمل إيه؟ يعني أنت تعالي أعيس أشوف الحتة الحتة الفنية هيعمل لنا حتة ربنا يديله الصحة وتنتقل من علي يا رب يعني خد بالك برضو من ضمن الناس اللي افتكر برضو اللي أنا قلت لحضرتك أنا في برنامجك تاو هيكون لي علامة السفن في المشاكل أنا أخدها واحدة أنا كنت أسألك يمكن قبل ما نروح لزميننا فاروق في الإمارات كنت أسألك الماتشات اللي من النوع ده برضو بيتبقى محتاجة خبرة يعني لعيب زي برونو سافيو لعيب زي شادي حسين لعيب زي كريم فؤاد اللعيبة دي ما لعبتش لقاءات قمة كريم يمكن لعب السيزن اللي فايت أعتقد خد في ماتش الزمالك مش فاكر ولا لا بس يعني أيوه في لعيبة كتير ما عندهاش خبرة لقاءات القمة هل شايف أنه ده برضو واحد من المعايير اللي الجهاز الفني كابتن سامي أمصان ميشيل ينكون حتى بحكم أنه خلاص بقى واحد مننا يعني ميشيل ينكون هم جاييني نادي الأهل يا جماعة جاييني نادي الأهل نادي التتوج بالبطولات نادي حصد البطولات كلها فكل واحد فيهم حطت في نفس حطت جوا نفسه هيشتغل ازاي فاروق قالك قالك كل واحد فيهم متشوق لمباراة الجمعة مفيش مفيش مش ينفع تنقسم على اثنين مش هنقسم الكلام على اثنين مش هنقول دي لازم يعمل فقال لا هو كل واحد فيهم عارف هيحط نفسه في قلب شكله مباراة أهل وزمالك شكل والبطولة وتتوجها شكل في مراكز مش محسومة لسه يعني يدايا ده ولا الحداشر تقريبا نقدر نكون متفقين عليهم هقولك على حاجة لو الراجل بيفكر هتلاقي في مكانين فيهم موجي الاختلاف شريف شادي شريف شادي سافيو عبدالدر اللي هي ايه لو سافيو الطرف يبقى فشن لو سافيو عشرة يبقى عبدالدر الشمال بس خلاص الاعرب ايه من وجهتنا او الافضل ايه من وجهت نظرك سيباك من الاعرب دي فيها توقع انت الافضل ايه عايز احمد يتفرج عايز احمد عبدالدر يتفرج هيبقى ليه حل كبير اوي في الموضوع ده تمام وعايز دي ما تقللش يعني الراجل بيختار حاجتين او فيه دوشة بتدور في دماغه شريف هو الملعب ما يشيلش عبدالدر و سافيو مع بعض اه ما اختلفتش اه انا بقول لحدك لو سافيو لعب عشرة عبدالدر يلعب شمال لو سافيو لعب شمالي بقى افشة وما ينفعش سافيو و عبدالدر يبقى اطرف يعني لو عايز العب بقى افشة و سافيو و عبدالدر التركيبة دي تنفع تتجرب ولا ما تتجربش في مطشة اهلي و زمالك لا تبقى بعدين تبقى خطوة تانية انا عايز اخد من طهر حتة كبيرة شوية انت رامي على طهر فيه اخد منه حتة كبيرة شوية هو عرفني بنفسه في الاربع في الاربع مطشط من اسلوب ده طهر على يمين ولو سافيو في الشمال يبقى افشة في القلب ايوة ولو سافيو عشر يبقى عبدالدر تار شمال معالي معلوم شدي ولا شريف هقولك على حاجة هقولك على حاجة لا هنقولها بالترتيب انت لو بتفكر في شريف شريف عايز يقول للناس انا موجود وبيحاول وبيسعى وبيقنب نفسه ان كان في يوم من الايام هو هداف في موراة اهل وزمالك سلاحظوا حدين نعم شادي عيار وعالي شوية الانقضاد واللمسة والاحساس جوه السندوق عنده ماتش الاسماعيلي والتصرفاته وتحركاته ماتش اسواه خد بالك كابتر عمر انا بشوف وجهة نظر يعني شادي لا مش حكاية الاسم انا شايف انه هقولك الاسم مين بس بعد ما اسمع وجهة نظرك انا شايف انه التلاتة الفراودة بتقول اهلي كل واحد ليه ستايل مختلف تماما عن التاني يعني ستايل شريف كراس حربة ستايل شادي كراس حربة ستايل حسام حسن التلاتة مش شاهبعة التلاتة كل واحد ليه هقولك انت برضو انت مش بتقيس على بس جهزية اللعيم بتقيس كمان على انت عايز ايه الدور اللي تدغوله في ماتش زي ده هقولك الحاجة شريف فرود بيجد لعب برجليل اتنين بيجد لعب الهواء بنسبة تزديداته رجليل اتنين زي بعض عنده سرعات يتفوق على حسام وشادي حسام محطة وقوة وجادة لعب الهواء وبيشوت برجليل اتنين برضو شادي بقى شاقي انا كراجل مساك شاقي الشاقي دي انا عشان راجل مساك هحس بالحتة دي شاقي اللي هو بيجي دلعب بدماغه بيجي دلعب برجليل اتنين بيتحرك كويس قوي بيخلق لنفسه مساحة انه يتبقى تحت الكورة شوف كل كورة بتتطرف على الناد الاهلي بيتشتغل من عند اكرم بتشتغل من عبدالقادر بتشتغل من عند علي معلول بتشتغل من عند طاهر بينزل تحت الكورة ده طبعا شريف فكر فكر يا سيد احمد في الربط اللي كان بيعمله بنزيمة وكرسانو في ريال مدريد ازاي شادي يبتدي اساسي او الاوراق مش تقليلا من قيمة شريف شريف لعيب كبير وهدف كبير الربونا طبعا بتاعت الربونا ده علامي اقول لك على حاجة انك تعمل ربط كرة زي دي كرة زي دي ويحصل فيه توقيت ما بين الاسيست اللي عمله عمر والتاكلينج من ظهر الوينش وحطها برجل العكسية دي اصعب حاجة على فكرة طبعا وانا احطها برجل العكسية ان انا ممكن اقول ايه بيميني لا بشمال الاصعب ده يتقال عليه السهل الممتنع الجن بتاع شريف ده ده ليه لشريف بس ليه نحنا الصعب الممتنع طبعا دي مجموعة من اهداف شريف لا هو طبعا يعني مهاجم خطير ما فيش شك سوبر ما فيش كلام يعني واحد بيتحرك كويس قوي 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 يعني واحدة من اكتر حاجات اللي بتساعده فيها سرعته فكرة التحرك والتمركز وشادي الحقيقة ليه مميزات فيمكن دي يمكن اكتر مركز ممكن يبقى محتار فيه ميستر كولر بس طبعا يمكن اللي تقل كافة شريف شوية خبرة الخبرة بتاع المطشات طبعا في مركز تاني شايف انه او خلينا نروح من المراكز للاوراق الربحة دايما اي مدير فني يعني هو بيحط الحداشر بيبقى حطت في دماغه انه حسب سيناريو المطشات معايا تلات اربع اوراق ودكة الاهل الحمد لله تقيلة جدا تلات اربع اوراق يقدروا اقدر اوظفهم في ان انا نتعامل مع اي سيناريو من سيناريوهات المطش يعني لقدر الله الهدف الاول بتاعي متأخر المباراة 50-50 الكافتين قريبين من بعض الوقت بيقرب منه فعايز ولا اجنبي تبقى تغير القصة مين على دكة الاهل يتراهن عليهم برا لا فيه كتير فيه كتير لو الراجل يفكر في حتة معانا عنده تدوير جوا الملعب يقدر يغير واحد جوا واحد تلات تغيرات يعني كنت لك الفاصل مثلا لو بغير طاهر تراهن على لعيب زل الشحات ولا تراهن على كريم فؤاد او الراجل يراهن على كريم فؤاد لاني شوفنا مثلا كريم فؤاد ليه انت اشتغلت بكمية ضغط كبيرة على فتوح بالسرعات ما بين اكرم وما بين طاهر اما هتيجي تنزل حسين مهاري اكتر منه سرعات انت عايز دم جديد بقوة تانية لو رجعنا ايام ما نقول جزيه كان بيحط براكات وبالشط التاني بيقول نزل احمد صديق بكريت ويوم حاطت براكات من فوق سرعات اكتر السرعات دي لو تفتكر في ماتش الاهلي اربعة تلاتة بتاع اسامة حسني كان كده السرعات بتشتغل بالاسلوب ده ان انا بحتاج الكور العرضية التمركز بيبان التشتيت في خط ظهر نادل زمالك ازاي الفروض يبقى بيتحرك كتير عشان يفضي مجال لحد لو شادي او شريف بيفضل حتة بتاعت سافيو لو من عند سافيو او من عند عبدالادل بيفضل حتة لطاهر لو انت حدلك بتاخد بالك دقتي في الكور السابتة مين اللي بيشتغل طاهر طاهر اللي بيشتغل في الكور السابتة مع انك هتقول انا عم يحتاج اطوال تنفعني في العاب الهواء او على قصة 18 يسدد لي لا بيشتغل اني ما بيجيبش من اخر البكريت يشتغلها حسين لا طاهر اشتغلها انت انت وعالي انت من جنب وهو من جنب فيه شغل باين فيه شخصية مدرب واضحة لينا كلنا الاوراق افشا عارفين دماغه بتفكر ازاي حسين لو شادي موجود هيبقى شريف تاو واوراق اعتماد الفرصة الاخيرة ليك انت بتقول للنادي الاهلي الفترة اللي انت اصبت فيها انت راجع من هنا لغاية شهر واحد امكانياتك اسلوبك هل احنا ظلمناك لاصابتك المتكررة انك ما بتتعليقش صح وهتقدي ازاي ولا هتنزل انت عندك من الخبرات وكنت متواجد في مصر مع موسيماني تقدر تعليق كافة النادي الاهلي في حاجة زادية اما تكون غيار يبقى انت لك اليد العلي استاول حقيقة يمكن بداياته بتقول انه العيب عنده امكانيات كبيرة جدا اقدم اوراق اعتماده في ماتش الاسماعيلي شوفنا كل حاجة مش بس ماتش الاسماعيلي وفضل يمكن هدف المسابقة الدول يمكن خمس او ست هي اكتر اكتر حاجة شوفنا في ماتش الاسماعيلي بس الاصابة بعديته بعدين رجعت في نفس المكان وبعدين بعديته وبعدين رجعت ما يمكن عشان كده برضو كان قرار الجهاز الطبي ان يتعالج على اكمل وجه لغاية تم يوصل لفرميته هنا بقى نعايزين نشوف تاو اللي احنا صبرنا عليه ان شاء الله خلينا ناخد جزء من المشاركات بتاعتكم رأيكم في سؤال حلقة النهاردة ونشوف التشكيلة ونشوف رأيكم فيه على فكرة يعني طبعا السلية قيمة كبيرة جدا والعيب وقائد جوى الملعب ويمكن في المشاركات دي انت بتحتاج جدا الشخصية الكاركتر ده لكن ده طيب خلينا ناخد رأي الناس في تشكيل الاهلي بكرة الشناوي عبد المنعم متولي في القلب أكرم ومعلول أطراف حمدي فتحي والسلية في النص أفشا مفيش فيه طاهر وشادي حسين ده أقرب تشكيل رأي كابتن عمر الحديد طيب يحنى تاكي بيقول الشناوي وأكرم ومتولي وعبد المنعم ومعلول والسلية وحمدي وسفي وقفشة وطاهر ومحمد شريف والتغيير يبقى شادي وحسام حسن وشحات وعبد القادر وكريم فؤاد وبالتوفيق للشعاطين حمر والسوبر 12 ان شاء الله يا أهلي حمد إبراهيم بيقول وجود أفشة والسلية والشريف من البداية مهم جدا 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 وهنا حمد راح لفكرة اللعيبة اللي عندها الخبرة وبيقولوا عليها يعني كفتها عالية شوية على عزة مالك سواء السلية مسجل في بول السلية ده تظلم على فكرة هل هو اللي أسست ده طبعا اللي مش الأسست النهائي بتاع القضية ممكن السيكسي كله راح لأفشة لأفشة رغم أنه أيو 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 محمد أبو ظاهرة بيقول الشناوي ومعلول ومتولي وعبد المنعم وأكرم والسلية وفتحي وعبد القادر وآفشة وسافيو وشادي طبعا يعني تقريبا الناس كلها شبه ماتفق يمكن على واحد أو اتنين شادي وشريف هما اللي يمكن شادي وشريف أفشة وسافيو بس هنا الكفة كلها بتقول أفشة وسافيو في الملع الاختراف على الفروت بس الطريقة والتشكيل اللي تعتقد أن فريرة ممكن يرهن عليهم في موجة نادي الأهلي وهل تعتقد أنه هيرسم السيناريو ده وهيلعب بنفس الطريقة يعني شفنا ماتشوات أغلى ماتشوات الزمالك في السيزن ده أنه الراجل بيلعب على أنه يأمن وراء والفرقة كلها تقريبا موجودة في نص ملعبها وبيحاول يعمل يلعب على الكاونتر أتاج ينقل الهجمة بشكل سريع يستغل تلاتة تحديدا في رقل الهجمة زيزو وإمام والجزيري هل تعتقد أنه السيناريو ده يبقى هو 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 لو لعب تلاتة المسلوسي وعبد الغاني وعبد مجيد خلاص نص الملعب أكرم والوردي ورؤة وفتوح زيزو وإمام وصف الجزيري وصف الجزيري مش هتلاقي حاجة تانية مش هتلاقي مفاجأة تانية ما تتوقعش نعمل مفاجأات بكرة مين مفاجأت يعني ما تتوقعش مثلا اللعيب زي سامسون يبدأ لعيب زي شيكابالا يبدأ ممكن شيكا ماشي بس أنا موافق أنا موافق من البداية ده مطش طبعا الدور الأول من دوري ده كان ضربات جزاء لا ده كان خمسة خمسة تلاتة معلوله ديانج يعني مستر مسلماني بقى يعني كتر خيره يعني رحم الزمالك من سكور كبير في المطش ده بجد والله ايمن عال لو استغلت كل فرصة استغلت كل فرصة الراجل قاعد يقول له الدربي 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 لقى نفسه كسبان خمسة قالك الناس هتعوذي أكتر من كده معرفش انه هنا شريف شريف ده الهدف الثالث العالمي هدف الثالث كان شريف والرابع كان أليو ديانج برضو كان عالمي ده جول ديانج الرابع ده ديانج اللي هو بلسنج بالزبط كده عالمية عالمية فبو جبل دخل في الثمانيات ما يعمل لهاش حاجة بو جبل وعلولو أعتقد الهدف الخمس خمسية طبعا الدور الأول من الدور بالزبط الرهانع الجمهورة يا كابتل عمر في الأمارات انت بتقولي الإمارات معظم يعني بنسبة جيرة جدا عشت هناك كتير يعني كنت محترف في عجمان بس مصريين انت بتتكلم على الشعب الإماراتي نفسه أهلاوية معظم بكله انت رايح ملعب هزاع بن زايد ملعب العين ده فبوظاب يعني يعني بيعشاؤن فينا الحمر نيجي للدويت تهاد شايف الفترة الأولى أربع مطشاط اللي احنا أبناهم من أول الموسم أبرز زويت تهاد ظهرت في النادي الأهلي حالة الانسجام والتفاهم الكبير ظهرت بين مين على مراحل ما بين طاهر وما بين أكرم سافيو وعلي وعبدالقادر وعلي في رفض ربط كويس قوي ما بين سافيو وشادي عكس أفشا وشريف بين سافيو وشادي أفشا وشريف لسه بس على فكرة أفشا وشريف ده دويت خلاص من زمان الربط بالنظر بالقالية زي بتشتغل حطها هنا في بقى نقطة مهمة جدا عام وانت بحط التشكيل بتبقى حضر ده في الاعتبار يعني بشريف بأفشا بقى يبقى لابدأ شريف اه طبعا ولو بدأت ببرونو يبقى لابدأ شادي يعني بتتحط الوطن اه طبعا في واحد بقى لازم كميته تلقى على كل السلي لازم كميته الرجل اللي بيلعب في الحتة بتاعت نص الملعب الهجومية لازم حدته تبقى هيلة بيربط مع شريف وبربط مع شادي وبربط مع سافي وبربط مع أفشا وبربط مع طاهر كميته لازم تلقى على كل وفتكر برضو هيبقى المطش ده ليد عليا قوي من بداية حمدي فتح يد عليا قوي البداية بتاعت حمدي فتح شكلائي بمعنى يعني تقصد إذا كان حمدي رايق رايق حمدي يمكن من أكثر اللعيبة اللي فيقة في المشاة الأخيرة رايق خلاص أما بيروق بيريحني أنا احنا كانوا أيامنا هادي خلاص مش هيعوز حاجة هادي بيريحني بشتغل أنا كويس ناحة الشمال لو كابتن أسامة بيريحني بشتغل كويس ما هو أنت أنت بتوصل للطمئنين الشناوي رايق خط الظهر ملتزم خط الظهر ملتزم الشناوي رايق وبيضي طمئنين للفرودة ونص الملعب لانا كويس نص الملعب في بيدي طمئنين لخط الظهر مش هوصل له حاجة وبيضي رياحية للفرودة ان احنا قادمين الفرودة الفرودة فرصة اللي بيجي لك بتهدف منها بتريحني أنا كنص ملعب وتوصل لطمئنينة ان أنا ألتزم ويكون مركز خط ده وبيتقول للشناوي خليك زي ما انت التسعين ديقاء والمئة وعشرين ديقاء حاطت مركز وشهدت كل حاجة وموصل نفسك انك ملتزم مين كان كابتن عليك في الفريقة كابتن عمر لا يعني مين كان مين الكابتن الكبار اللي كانوا بيتكلموا معكم كابتن الكبار كانوا كتير يعني هنقول مني أول كابتن شبير على الجزء بتاع خط الظهر عندنا كان كابتن عالعب صادق كانوا بيقولوا حاجة يعني يعني أنا عارف انه الكلام دائما في كل ماتشاط الأهلي بينما الأهلي دائما بيلعب على الخوز بيقى فيه كلام بس ماتشاط الأهلي وزي مالك كانوا بيتكلموا بشكل مختلف أو كان بيبقى فيه أو أول ما ماتش قامة انت تلعب فيه سمعت حاجة مهمة قالت أو نصيحة آه يعني مثلا في ماتش مثلا هقولك في أفريقيا كان كابتن عالعب صادق ما تخرجش بره السندوق الكارل علي أنا عايزك أنت فيها ماتش أهلي وزمالك كان كابتن بريم حسن امسك مانو ما تقلقش أنا هغطيك في أي حاجة خليك زي ما أنت ده كابتن بريم قدام بقى انت بتقعد قصاد خمسة ستة جبار كابتن حسام كابتن إيمان شوقي كابتن شوبير كابتن مجد طلبة كابتن رضا كابتن عالعب صادق انت بتقعد تسمع كابتن أسامة بتقعد تسمع من كل واحد اللي التزام أكتر واحد كان بيوصل لك النبض جوه الملعب كابتن أسامة ونتمنى أنه كابتن فريق شدناوي سولية أعتقد أنه بذات العيبة اللي بتشكلها أول مرة أكيد هيكون ليهم راهان علي معلول طبعا راهان كبير جدا إن شاء الله بإذن الله المباراة اللي جاية دي تفرق معنا كتير جدا في بداية موسم نقلة نوعية وخصوصنا في مواجهة الزمالك ويكون أول ألقاب مستر كولر مع الأهلي إن شاء الله بإذن الله في بداية موسم موفق إن شاء الله بإذن الله بشكرك كابتن عمر كل شكرا على وجودك معنا النهار ده نورت وشرفت مرسي سيد أحمد ربنا يخلي حضرت وبشكركم على المتابعة وعلى مدار الساعات اللي جاية إن شاء الله وعلى شاشة الأهلي دايما هتتابعوا كل الجديد فيما يتعلق برحلتنا للأمارات وإن شاء الله معابلتنا اللي جاية يوم السبت نكون بنحتفل بأول بطولة لحق أهل أهلي في الموسم الجديد تحياتي لكل الأهلوية اللي تابعونا النهاردة ونتقابل إن شاء الله في حلقة جديدة من السادسة